موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم جميع متابعين يا رب تكونوا دايما بصحك وايسى وبخير دايما ان شاء الله هنتكلم النهاردة يا جماعة على مية المطر وفوايدها للنبات الفوايد اللي لا تعد ولا تحصى قبل ما تكلم على اي حاجة انت اما بتحط الزرعة تجاه المطر لما المطر بتنزل عليها ما بتحسش ان النبات بقى لونه اخضر قوي وتغير كده تحسه ان هو يعني انتعش كده وشكله تغير واختلف والكلام ده ولا ما بتحسش اكيد كلنا بنحس الموضوع ده بجد هو الموضوع مش ان هو غسل الورق والكلام ده ونظفه من اللي كان عليه والكلام ده لا 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 الموضوع حاجة تانية خالص هتكلم فيها دلوقتي لحضراته طبعا كلنا عارفين ان غلافنا الجانوي يحتوي على النيتروجين بنسبة من 78% لـ 80% فلما المطر بينزل المية نفسها بتاعت المطر النقطة نفسها بتتشبع بالنيتروجين ده وهي نزلة يعني هي بتاق وهي نزلة كده بتمشي تاخد النيتروجين لحد ما تنزل على الارض وطبعا احنا عارفيني النيتروجين مهم ازاي للنبات سماد النيتروجين مفيد جدا ليساعد النبات ان هو يعمل ورق كتير ويعمل نمو خضري كتير جدا فما بالك بقى كل نقطة نزلة من المطر محملة معها شوية النيتروجين ويلا عالنبات عدل يعني مفيش حاجة تمنعها نزلة على الورق دايريكت مفيش فالنبات بيستفد منها باسرع ما يمكن وباشرة النيتروجين بيخش على النبات عدل ونيتروجين ايه رباني بقى يا معلم فطبعا بيدي له تسميد رباني اكيد اكيد يعني احسب من الصناعي مليون الف مرة يعني عشان كده انا كتير بنصح ان انا ان اي حد ما بيجي الشتاء وبتاعي يعيني النبات يغطي النبات انا ما برجحش كده خالص بالعكس دي فرصة ان نباتك استفاد بيها بالذات ان احنا كده كده هو فصل واحد في السنة اللي بيجي فيه المية المطر ففرصة الصراحة ان انا احرم يعني ازاي احرم النبات وازاي احرم الفرصة الرهيبة دي ان النبات يستفاد بيها بس برضو خير الامور الوسط يعني ما جيش الاقي مثلا اليوم كله شتاء افضل سايب النبات في اليوم كله يعني اربعة مثلا اتناشر ساعة الدنيا بتمطر عليه طبعا لا يعني بتكلم مثلا ساعة ساعتين تلات ساعات اشتا ماشي اكتر من كده الدنيا هتبقى سلطة والزرع هتضيع منك ومن الحاجات المهمة التانية اللي مية المطر برضو بتفيد بيها النبات ان المية برضو نقطة القطرة المطر دي اللي وهي نازلة بتاخد معاها ساني اكسيدي الكربون اللي منتشر في الجو اللي اساسا خانقنا يعني فكل نقطة بتختلط بساني اكسيدي الكربون برضو وهي نازلة زي نظام النيتروجين بالزبط بتاخدها وتنزل على النبات وعلى التربة القصيس او الارض الزراعية على طول مباشرة وطبعا لما نقطة المطر اللي بتكون مشبعة بساني اكسيدي الكربون بتنزل عالتربة بتخلي التربة حمضية وطبعا كلنا عارفين ان التربة عندنا في مصر وفي جميع الدور العربية تميل للقلوية والتربة القلوية دي اللي بتخلي لو انت بتحطها اي عنصر او التربة نفسها فيها عناصر زي النحاس المنجنيز الكلام ده كله التربة القلوية بتساعد ان النبات ما يعرفش يمتص العناصر دي فلما نقطة المطر اللي ما بتنزل مشبعة بساني اكسيدي الكربون بتخلي التربة من قلوية الى حمضية وده بيفيد النبات جدا جدا بيساعده ان هو يمتص العناصر اللي موجودة في التربة اللي هو اساسا مش عارف يمتصها بسبب ان التربة قلوية وغير كده ان هي اساسا بتساعد على غسيل النبات من كل الفطريات والبكتيريا اللي موجودة على اوراقها وعليها هي شخصيا وعلى السقان وعلى التربة بتنظف كل الكلام ده وقتي يعني ما فيه المحصول بتاعك او النبات بتاعك مش هيبقى عليه ولا فطر ولا جرسومة ولا بكتيريا ولا اي حاجة المية المطر بتنزل تكتسح كل ده وتنظفه فورا فما شوفش الناس بقى تقول لك لا مية المطر غط الزرع لا اه البلكونة نزل الزرع من عصور لا اه مش عارف ايه يا جنعان لا يا جنعان لا اي حد بيقول لك الكلام ده نزل وطلع والكلام ده كل ده غلط 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 بلاش اه بنصدق اي كلام وخلاص وبعدين انت يا عم ممكن تجرب حط نبات واحد بلاش تحط كله سيب واحدة كده وتفرج عليها بعد المطر هتبقى عاملها ازاي اديلها يوم او يومين واشوف شكلها هيبقى عامل ازاي هتفهم اللي انا بقوله ده كويس مش لازم تحط كله بحيث ان انت يا عم هتخاف ان انت تخسر الزرع كله لا حط يا عم واحدة او اتنين وتفرج عليهم بعد المطر بعد اما هيجي عليهم المطر هيبقى شكلهم عامل ازاي وبكده انا بخلصت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته